موسيقى الثاني الأمانة معنى الأمانة بل حفظ زواهر أو حفظ جميع جوارحهم الظاهرة والباطنة من الوقوع في محرم أو مكروه وبعضهم قال حفظ زواهر الرسل وبواطنهم عن التلبس بمنهين عنه عن التلبس بمنهين عنه سواء كان حراما أو مكروها هذه معنى الأمانة ويقال لها العسمة ويقال لها العسمة والله تعالى قال يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس فالعسمة بمعنى الحفظ العسمة بمعنى الحفظ وسمي صاحبها أمينا للأمن من جهته من المخالفة للأمن من جهته من المخالفة يقال مثلا رسول أمين رسول أمين يعني تأمنون تأمنون من الكذب إذا بلغتكم عن شيء فالأمين مأمون أن يكذب لأنه صادق في جميع أقواله التي بلغها عن الله تبارك وتعالى فهو مأمون من جهته أن يخالف ويكذب على الله تبارك وتعالى الثالث الصفة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يجب يعتقاده في الأنبياء والمرسلين التبليغ تبليغ كل ما أمرهم الله تعالى بتبليغه للخلق ولم يتركوا منه شيئا لا نسيانا ولا عمدا لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت لسالته ولذلك لما حدثت قصة سيدنا زيد بن حارسة وزواجه بالسيدة زينب بن تجحش وثم أمر زيد بطلاقها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا انزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا من هنا وطرا وكان أمر الله مفعول السيدة عائشة قالت إيه ماذا الله عنها لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي لكتم هذه الآية خل بالك لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي لكتم هذه الآية ها واضح فيها الكلام طبعا ها يعني آية فيها طبعا شيء من يعني العتاب الجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني السيدة زينب بنت جحش امرأة شريفة قرشية وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولاه زيد ابن حارسة وهو مول لأنه أصلا كان عبدا عند السيدة خديجة رضي الله عنه فأعتقته ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه بالسيدة زينب رضي الله تعالى عنها وهي شريفة قرشية ثم بعد ذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقال له هو أبو زيد ابن حارسة ويقال لزيد زيد ابن محمد فنزلت الآية ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين شفت زي عاد ف هنا طبعا ربنا قال لي فلما قضى زيد منها وطرى انزوجنا كها يعني شوف أمر زيد بطلاقها كل ما يجي يقول له أنا أريد طلاقها يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله ما هي الحكمة طبعا قالها القرآن لكي لا يكون على الممنين حرج في أزواج أدعيام إذا قضوا منهن وطر عشان يهدم قاعدة التبني لأن العرب يعني كانوا يعتقدون أن المتبنى ابن ابن للمتبني يعني كالصلب كابنه الصلبي يعني يرس ويدعى باسمه زيد ابن فلان فهنا طبعا ايه أراد الله تعالى أن يقول لهم ادعوهم ادعوهم لآبائهم هو أقصة عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم بس يقول مولايا فلان لكن ما يقولش فلان ابني شوفت القرآن لأن القرآن قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم لأن هذا زور وكذب إن الإنسان يجيب واحد من الملجأ مثلا ويربيه ويقول هذا ولدي ويورسه ويدعوه باسمه طبعا هذا كله من باب الزور والكذب الزور والكذب ويدعوهم لآبائهم هو أقصة عند الله ثم قال محال الكذب محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي أخبر أنه يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام الضاد الصفات يعني ضد الصدق وضد الأمانة وضد التبليغ الضاد الصفات الواجبة لهم بمعنى أن وصفهم بأضاد تلك الصفات مستحيل لا يتصور العقل في العقل وجوده يعني لا يتصور العقل أن يكون هناك نبي يكذب أو نبي يكتم أو نبي يخون لا يتصور العقل هذا وهي سلاسة أولها الكذب وهو ضد الصدق ومعنى الكذب اللي هو عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر عدم مطابقة الخبر للواقع هذا معنى ليه معنى الكذب والثاني الخيانة بفعل بفعل محرم أو مكروه وهو ضد الأمانة يعني مثلا كالحسد مثلا الحسد أو الحقد أو الغل أو الاعتقادات الفاسدة كل هذا مستحيل على الأنبياء والمرسلين حتى المكروه حتى المكروه شرعا لا يتلبس به الأنبياء والمرسلون لا يفعلون المكروه لكن خلاف الأولى مثلا كالبول قائما أو الشرب قائما يفعلونه لبيان الجواز اللي هو خلاف خلاف الأولى يفعلونه للتشريع هكذا يقول أهل العلم ها ده اسمه خلاف الأولى البول قائما الشرب قائما خلاف الأولى ومثلا توضى صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وسلاسا سلاسا فالوضوء مرة مرة ومرتين مرتين برضو خلاف الأولى لكن اللي بيان الجواز علشان لو واحد مثلا معه ماء قليل لا يكفي إلا لغسل الأعضاء مرة مرة يبقى هذا جائز يتوضأ يغسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة لبيان الجواز لذلك لما توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة قال هذا ما لا تصح الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين مرضو لبيان أنه لا تصح الصلاة إلا بذلك ثم توضأ سلاسا سلاسا أي غير السنة توضأ سلاسا سلاسا وقال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم يبقى فعله صلى الله عليه وسلم حتى في خلاف الأولى لبيان إيه لبيان الجواز بالنسبة للأمة لأجل التشريع كالساهو مثلا الساهو فالنبع صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن يعني يقع منه الساهو كما في الصلاة مثلا لما سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين وقام لخامسة صلى الله عليه وسلم ده كل ده لأجل إيه لأجل التشريع لأجل التشريع وذكر ابن أبي جمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسه إلا أربع مرات سلم من أسنتين وقام من الثانية من غير التشاهد وقام من خامسة وأسقط آية من سورة صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي ابن كعب ذكره بها بعد بعد الصلاة وحتى نزلت الآية لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق دول الأربع مرات اللي ساها فيهم النبي عليه الصلاة والسلام نعم ممكن الآية سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أي مداخل كده سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فهذا مما شاءه الله هذا مما شاءه الله ولذلك قال إيه يا سائلا عن رسول الله كيف سهى والسه عن قلب غافل الله قد غاب عن كل شيء سره فسهى صلى الله عليه وسلم غاب عن الوجود يعني لشدة تعلقه بالله قال قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم في الله يعني هو من ايه من شدة تفكره في عظمة الله سهى صلى الله عليه وسلم ولأجل التشريع إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن يعني ينسين الله تعالى للسنة لأجل التسنة حتى نعرف ماذا نصنع إذا سلمنا من ركعتين أو قمنا من غير تشهد أو قمنا لخامسة أو نسينا آية مثلا نعرف ماذا نصنع يعني هذا للتشريع هذا ايه للتشريع وهذا ليس نقصا في حقهم يعني فعل خلاف الأولى ليس نقصا في حق الأنبياء والمرسلين لأنه للتشريع والثالث كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق وهو ضد التبليغ يعني يستهيل عليهم الكتمان وقوله الكذب على حسف مضاف أي وقوع الكذب وقوله المنهي على حسف مضاف وجاره مجرور أي وفعل المنهي عنهم وقوله يا ذكي تكميل للبيت والذكي الفطن الحاذق ما دي معنى كلمة الزكي احنا قلنا الشيخ يعني لم يذكر الصفة الرابعة اللي هي الفطانة الفطانة وضدها ايه الغباء وهذا طبعا ايه مستحيل عليهم ما هي الفطانة والفلسط معنى واحد يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض احنا قلنا طبعا الواجف في حق الانبياء الصدق الامانة التبليغ الفطانة يستحيل عليهم الكذب والخيانة والكتمان والبلادة والكتمان والبلادة اما الجائز في حق الانبياء والمرسلين قال اخبر انه يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام كل ما هو من الاعراض البشرية التي لا نقص فيها كالمرض والجوع والألم وإزاية الخلق والأكل والشرب والنكاح والنسيان طبعا للتشريع والمشي في الأسواق حتى لما اعترضوا المشركون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رد عليهم القرآن وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يعني هذا أمر عام في كل الأنبياء والمرسلين والمرض مثلا هذا عرض بشري مدام هو بشر يبقى معرض للمرض وسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال كان رسول الله أصلا تصيبه الحمى حتى إني لا أقدر على وضع يدي على ثيابه يعني من فوق الثياب فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا يعني تمرض مرضا شديدا قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم إني أوعك يعني أمرض كما يمرض رجلان منكم يعني شوف الشخونة حتى في الحمى يعني تشتد عليهم أكثر من غيرهم يعني لدرجة إيه إنه مش قادر سيدنا عبد الرحمن يحط ييده فوق إيه فوق السوب من شدة إيه من شدة السخونة أيها كما قال عليه السلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وكذلك الجوع يجوعون أيضا يعني يصيبهم الجوع كما يصيبه باقي الناس الفتنة ها الفتنة لا ما فيش حاجة اسمها الفتنة فيش حاجة فتنة ما فيش فتنة في الأنبياء آه ولقد فتننا سليمانا يعني هو يعني هو معنى الابتلاء برضو ده من معنى الابتلاء مش الفتنة اللي هي حتى يتبين الصادق من الكاذب لا لكن دي معناها اللي هي ايه آه يعني كنوع من الامتحان له ولقد فتننا سليمانا والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب فقولهم الأعراض أي الصفات الحادثة الصفات الحادثة المتجددة وهنا النسيان يقع بعد التبليغ النسيان يقع منهم بعد التبليغ يعني يبلغون وقد يصيبهم النسيان لأجل التشريع يعني علشان الأمة ماذا تصنع إذا نسيت هذا معنى النسيان أو فيما لم يؤمر بتبليغه أو فيما لم يؤمروا بتبليغه يعني يعني لأن أحيانا الأنبياء يوحى إليهم ولكن لا يؤمرون بالتبليغ لا يؤمرون بالتبليغ قال فيجوز عليهم النسيان في هذا لأنهم لم يؤمروا بالتبليغ لأنهم لو أمروا بالتبليغ لواجب عليهم التبليغ ويستحيل عليهم الكتمان فقولهم الأعراض أي الصفات الحادثة المتجددة واحترزوا بذلك من الصفات القديمة التي هي صفات مولانا تبارك وتعالى فلا يصح أن يتصف بها غيره يعني صفات المولى يستحيل أن يتصف بها الأنبياء والمرسلون واحترزوا بقيد البشرية الأعراض البشرية كما مسل من صفات الملائكة عليه الصلاة والسلام وهي غناهم عن هذه الأعراض التي وضعها الله في البشر يعني الأنبياء والملائكة مثلا أجسام نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا تنام لكن الأنبياء والمرسلون طبعا لأجلها أنهم بشر مثلنا فتجوز عليهم الأعراض البشرية الطعام الشراب الجوع المرض الألم كل هذه الصحة والمرض كل ذلك جائز عليهم فلا اشترطوا ذلك في الرسل عليه الصلاة والسلام لعدم توقف الرسالة عليها وطبعا كون الرسل بشر هذه رحمة من الله تبارك وتعالى لم يرسل إلينا ملائكة لأن طبعا طبيعة الملائكة شديدة على البشر فالله تعالى أرسل إلينا رسلا بشرا كي نراهم ونكلمهم ونجالسهم لكن ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما لما رأى سيدنا جبريل آآ على صورته الأصلية شوف يعني جاء إلى السيدة آآ خديجة ترجف بوادره يعني كل جسده بيهتز من شدة من شدة رؤية الملك على صورته الحقيقية آآ آآ ولذلك قال زملوني زملوني أو دثروني دسروني عليه الصلاة والسلام قالوا أسقط الناظم هذا القيد للعلم به اللي هو العراض البشرية يعني في هذا المقام والله تعالى أعلم وخرج بقولهم التي لا نقص فيها الأعراض البشرية التي لا نقص فيها ما فيه نقص فإنه لا يجوز في حقهم لتنزه منصبهم عن ذلك يعني لازم الأعراض البشرية التي لا نقص فيها كالجوع والمرض والنسيان وإزاية الخلق والمكاح وغير ذلك وكل ما أوهم في حقهم أو في حق الملائكة نقصا من الكتاب والسنة وجب إيه وجب تأويله يعني أي حدا وردت في حقهم لابد من تأويلها بما يليق بمنصبهم الكريم وطبعا يعني يعني كمال الأنبياء والمرسلين ده أمر يعني لابد منه حتى لا يحتج أحد بهم ويقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا يعني عصمة الأنبياء والمرسلين من من الذنوب والمعاصي أمر لابد منه لأنهم قدوة لقد كان لكم في رسول الله هي أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا قد كانت لكم في إبراهيم والذين معه يبقى إذن هم أسوة وقدوة فلابد أن يكونوا في غاية الكمال في الصفات يعني لابد أن أن يكونوا في غاية الصدق والأمانة وفي كمال الخلق وإنك على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم هذا ونقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم إننا نسألك ونتوجه إليك سيدنا محمد النبي الرحمة يا سيدنا محمد رسول الله إنا توجهنا بك إلى ربنا في حوائجنا جميعها لتقضى لنا اللهم فشفعوا فينا شفاعة مقبولة مرضية اللهم إننا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقه الرجال اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تقنع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعذ بك من زوال نعمتك ومن فجاعة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سختك اللهم طهر عمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر عيوننا من الخيانة اللهم إنا ضعفا وفقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفة عنا وأغفر لنا وارحمنا وعفة عنا وأغفر لنا وارحمنا واعفة عنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه